تؤكد توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل بمنهجية جديدة وبشكل فوري مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية تؤكد استمرار جهود تعزيز الرقابة والمحاسبة في مختلف مسارات العمل الحكومي في سبيل الحفاظ على المال العام المنهجية الجديدة في التعامل مع تقرير الرقابة تعكس رؤية الحكومة وإيمانها بمفهوم المتابعة والمساءلة وذلك لتحسين مؤشرات أداء ومخرجات عمل وزارات الدولة ومؤسساتها للوصول إلى أعلى مستويات الانتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية كافة هو تقرير مهني يساهم في تنمية الفرد والمجتمع ويحقق جودة الحياة العامة هذا ما جسده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المنتهية 2021-2022 الذي فور صدوره وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل بمنهجية جديدة وبشكل فوري مع ملاحظات تقرير الديوان على الجهات الحكومية وذلك لتعزيز جهود الرقابة والمحاسبة في مختلف مسارات العمل الحكومي بغية الحفاظ على المال العام وتعكس المنهجية الجديدة في التعامل مع ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية رؤية الحكومة وإيمانها الراسخ بمفهوم المتابعة والمساءلة عملا وممارسة وبضرورة الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والتأكد من استخدامها الأنسب في الغايات والأقراض المخصصة لها طبقا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المالية والحسابية وتتمحور منهجية العمل الجديدة للتعامل مع ملاحظات تقرير الرقابة في التنسيق المستمر والتواصل البناء مع الجهات الحكومية كافة وذلك بهدف مراجعة وتقييم وتحليل جميع الملاحظات الواردة في التقرير بما يسهم في تحسين مؤشرات أداء ومخرجات عمل وزارات الدولة ومؤسساتها للوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية كافة وتشكل منهجية العمل الجديدة مسارا واضحا وأسلوبا راسخا نحو تحقيق الأهداف المنشودة لرفع سوية التعاون القائم بين الوزارات والأجهزة الحكومية وديوان الرقابة المالية والإدارية لترسيخ سبل آليات الرقابة المالية والإدارية لتحقيق مصلحة الوطن العليا وتطلعات المواطن الذي يشكل أساسا ومحور عملية التنمية